دول انجليزي مع بداية دول انجليزي كل موسم تحس كده ان في اربع خمس فرق حينفسوا على الصدر بعد كم مباراة يتبقى واحد او اتنين وقالبا بيبقى ليفربول ومنشستر سيتي على مدار السنوات الخمسة الاخيرة تقريبا السنة دي حاسس انا كريم انه فعاليا لا المنافسة هتكبر عن ليفربول ومنشستر سيتي جلسي هيخش توتنهام شكله حينفجر أرسنال شكله مش بعيد فتا ومنشستر يونايتد طبعا هو ونصيبه لسه مش افنوش فالمنافسة سيتي تحسها حقيقي هتبقى لو احنا هنتكلم من فكرة الجاهزية وفكرة بقى عمق القيمة والتنافس على المستوى العالي لسنين طويلة فاكيد هنقول منشستر سيتي وليفربول لازم يبقوا موجودين الفرق ايه المرشخة انها ممكن تدخل في التنافس انا بالنسبة لي رقم واحد توتنم ومن قبل حتى كمان الاتساح الكبير لساوس هامتو النهاردة لان توتنم عامل حقيقة سيزون التقلات كويس جدا معهم واحد من افضل مداربين في العالم انتونيو كونتي والراجل خبير كسب الدوري ده قبل كده بعيدا بقى عن انتصاراته في الدوري الايطالي فالراجل كسب الدوري مع تشلسي قبل كده سنة اللي فاتت عمل انجاز انا بالنسبة لي لما كنت بتكلم عليه كنت بصنفه انه زيه وزي الفوز بالدوري الانجليسي ان انت تروح لتوتنم في الوضع الصعب اللي هم كانوا فيه وتقدر ان انت تفنش الدوري في المركز الرابع وتتأهل بيهم وتعود بيهم لدوري ابطال اوروبا فده بالنسبة لي كان انجاز كبير علشان كده ادارة توتنم قالوله يعني شو بيكلو بيك احلامك ايه عايز ايه في موسم اللي انتقلات فالراجل صراحة عمل صفاقات كويسة جبا فكرة ان هو يضم تحديدا ريتشالسون مع برزيتش اللي اتنين بالنسبة لي ده بيضرب مفاك في فكرة اللي كان توتنم بعيد عن التنافس في سنين اللي فاتت لان كان توتنم مرتبط بمستوى سن وهاركين صح فانت النهاردة بتجيب اتنين هيقدروا ان هم برضو يدوك عمك في القايمة ويدوك نفس طويل في التنافس لان انت عندك دوري ابطال اوروبا السانياتي اللي بيحب انتونيو كونتي زي هو بكده او متابعة اللي بيحب انتونيوه